توازياً مع جرائم الإبادة في غزة يمعن الاحتلال الصحيوني في جرائم حرب أخرى في الضفة الغربية تمدد استيطاني واقتطاع للأراضي يتسارع بشكل لافت بعد 7 أكتوبر وفق التحذيرات الأممية تكشف الأمم المتحدة في تقرير لها بالأرقام مصادرة الاحتلال لـ 27 ألف كم مربع من أراضي الفلسطينيين فضلاً عن 60 مخططاً هيكلياً قيد الدراسة لابتلاع مزيد من الأراضي فقط خلال الأشهر الستة الأخيرة صحيفة الـ Guardian بريطانية كشفت في تحقيق لها موافقة حكومة الاحتلال على بناء أكثر من 20 مشروعاً استيطانياً بآلاف الوحدات السكنية منذ بدء الحرب على غزة كما أنشأ المستوطنون عشر بؤر استيطانية وهجروا سكان 16 تجمعاً فلسطينياً وشقوا 18 طريقاً جديداً في الفترة ذاتها بتمويل ومباركة حكومة الاحتلال في القدس وحدها يكشف تقرير أصدرته أربع مؤسسات صهيونية خطط بناء قرابة 7 ألاف وحدة سكنية منها 2500 وحدة جديدة في أربع مستوطنات مرفقة بنحو 140 عمليات هدم ضمن استراتيجية الالتهام المتسارع لمدينة القدس استراتيجية هدم خلالها على سبيل الذكر للحصر نحو خمسين منزلاً بتجمع أمبطين في النقب تؤوي 500 مواطن فلسطيني وقبلها بساعة قليلة سولى مستوطنون على تجمع بدوي قرب الخان الأحمر شرق مدينة القدس هدم قد يطال منازل 120 ألف مواطن فلسطيني في 34 قرية وفق تحذيرات حقوقية بضوء أخضر من سلطات الاحتلال استيطان سرطاني أتى على أراضي الفلسطينيين خاصة خزان الجغرافيا الفلسطينية الاستراتيجي المناطق المصنفة جيم يقول المستوطن الصهيون إتمار منكفير إنه سيلاحق أصحاب الأرض بتهمة محاولاتهم سرقة الأرض متناسياً واقعاً أتى به إلى فلسطين بناءً على سرقة تاريخية